السلام عليكم ورحمة الله متابعنا زارة جاناركم في فيديو جديد طبعا هذا الفيديو راح نشرح فيه كيفية تحميل تطبيق الفايبر كذلك كيفية انشاء حساب على الفايبر وبعض الخصوصية في تطبيق فايبر او اي شي تحتاجون على هذا التطبيق قدون تكتبوا ليه بالتعليقات لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الاشعارات حتى يصل لك كل شي جديد نبدأ الشرح بسم الله ندخل على التطبيق فايبر طبعا هاي كما قدمي ليه التطبيق نضغط على ابدأ الان نقوم بكتابة رقم الهاتف هو اوتوماتيكيا يختار لك الدولة نقوم بكتابة رقم الهاتف وننطي استمرار طبعا ننطي نعم وننطي السماح باجراء المكالمات او سجل المكالمات وغيرها من هذه الامور ننتظر رسالة التأكيد توصل على الخط وبعد ذلك نقوم بكتابة رمز التأكيد من ستة ارقام وننطي التالي هنا يقل لنا اختار الاسم وكذلك الصورة الشخصية والايميل اذا حبيت تخلون ايميل او ما تخلون هذا الشي راجع لكم بعد اختيار التاريخ نضغط على علامة الصح نضغط على علامة الصح لإكمال التسجيل على تطبيق فايبر مثل مشوفون ندخلنا الى تطبيق فايبر نطي السماح بالوصول الى الصور وكذلك الى الموقع والميكروفون واجراء المكالمات وغيرها من هذه الامور هنا ظهرت ان الدردشات او المجموعات اللي داخلين بيها احنا طبعا مثل ما تشوفون نقدر نضغط على علامة الرسائل لمراسلة احد الاشخاص او الاشخاص اللي ينفعلين في فايبر نختار اي شخص للدردشة كذلك يمكننا اجراء المكالمات من خلال التطبيق والدخول الى اعدادات التطبيق هذا هي اعدادات التطبيق مثل ما تشوفون كيفية اضافة اشخاص عن طريق الى qr نضغط في الازالة الاعلى هنا يمكننا اضافة الشخص عن طريق الى qr وكذلك هذا الى qr الخاص بنا تقدرون نضيفونا من خلاله او تقدرون ندزون الى qr الخاص بكم الى الاصدقاء ومن خلال الماسح يضاف الشخص طبعا التطبيق كلش حلو واكيد الاغلبية مستخدمين والمشاكل تواجهون بيت قدرون تكتبون نياب التعليقات وان شاء الله ما نقصر عنكم هذا كل ما لدينا اليوم فلا تنسونا من خلال الاشتراك في القناة وتفعل زر الاشعارات حتى يوصل لكم كل شي جديد معها الف سلامة اشتركوا في القناة